السلام عليكم أمسيقائي الحرين و لا تنسوا الاشتراك بالقناة ممتاز الحلقة اليوم عن التهابات وصيلات الشعر أو جريبات الشعر و هي حالة جلدية تؤدي لا التهاب وصيلات الشعر بسبب عدوة إما عدوة فطوية بكتيرية أو أحيانا بإحالات أليلة فيروسية طبعا أسبابها هي بسبب انسداد المسام مثلا الحلاقة إزالة الشعر بالشمع استعمال دماظات مثلا ممكن عندنا مثلا امراض سكري مثلا نقص المناعة الايدز مثلا عندنا لوكيميا كما ممكن انه بسبب تغيرات بالهربونات او عمنا اكل سكريات ونشويات كتير طبعا من الاعراض هي انه بتصير مثل بصور حمرة صغيرة ممكن تخرج للخارج تصير اكبر ندبات ممكن كمان تصير زاد رؤوس بيضاء في ياقيح وصديد ممكن تؤدي لتقروحات وقشور ممكن تساوي لنا حكة وحرقة شديدة في حالات شديدة بتؤدي لتساقط الشعر وتؤدي لجروح وقروحات وبصير الجلد مؤلم عند اللماء والتلمس الجلد بصير مؤلم جدا طبعا انت تزور الطبيب اذا لم تذهب هذه البصور خلال ثلاثة اربعة ايام لوح زور الطبيب اذا حسيت ان الامور صارت اسوأ عم تنتشر اكتر عم تصير حالة حكة شديدة جدا جدا فلازم تزور طبيبك لا يعطيك العلاج الصحيحة طبعا ممكن تصيب اي عمر من الاعمار تنتشر طبعا باماكن الشعر اللحية اليدين الرجلين العانة تحت الابط الفروة الراس كمان حب الشباب يندرج تحت احد انواع التهابات بصيلات الشعر طبعا انواعها هي سطحية او عميقة السطحية هي جزء من البصيلة تنصاب العميقة هي بتنصاب كل البصيلة طبعا السطحية الى انواع بكتيري مثلا تظهر بصور بيضاء بسبب البكتيريا العنقودية طبعا البكتيريا موجودة على سطح الجلد هي مسالمة بس متى ما دخلت للداخل الجلد بتصير عدوانية ممكن كمان بسبب فطرية او خميرة هي بتسببنا حكا وبقع حمراء بسموها الوبيغاء وعندنا كمان الزائفة هي البكتيريا الزائفة هي بتصير بحمامات السباحة الساخنة او الحمامات الساخنة بشكل عام يعني ما يكون فيها نظافة ما يكون فيها نسبة كلور او حموضة طبيعية كمان ممكن بسبب كمان الشغلة تانية اسمها الزائفة بسبب الحلاقة نتوءات الحلاقة هي بتصير الشعر تنمو للداخل هذه النمو للداخل هي تصير عندها زكور اكتر وشعرهم اجعد يصير حبوب من الداخل تطلع عندنا العميقة هي تصير كامل البصيلة تصير حكة شديدة وطفح اكبر عندنا اليوزيني هذه اليوزيني تصير اكتر شيء عندما عندهم امراض مثل السكرين عندهم ضعف مناعة ايدز مثلا او عندهم الكيميا بيضاد الدم عندنا كمان اللحية التي يحلق دائنه كثيرا خصوصا الرجال او الشباب وهي ممكن ان يتعرضوا لهذا الشيء اللحية بصير بالسول والدمامل بسبب الحلاقة عندنا الذين يأخذون مضادات حيوية كثيرا يصير عندهم شيء اسمه السلبي الغرام وهي لانهم يأخذ مضادات حيوية لفترات طويلة عندنا شغلات ثانية مثل الدمامل والخواريج يصير خراجات وهي بصير البكتيريا العنقودية طبعا العلاج يكون حسب شدة الحالة والنوع طبعا الطبيب ممكن يشخصها بالنظر ممكن يأخذ خزع منها اذا كانت عنيدة من النوع العنيد طبعا هي كريمات مضادات حيوية مثلا وممكن يعطيك مضادات حيوية بالفم مثلا ممكن يعطيك كمان اذا كانت فطرية شامبويات ومضادات فطريات ممكن يأخذ الجراحة لإخراج القروح والصديد وممكن يأخذ الليزر لإزالة الشعر الزائد ولكن هذا الليزر له عوارة جانبية مثل ندبات تقروحات أو يتغير بشرة داكنة أو لونها أغمأ من الطبيعي طبعا ما نعطني فيهم بالبيت مثل ما أننا نقلل عدد مرات الحلاقة نحلق مع الشعر نحاول نختار مثلا مواد مرطبة للبشرة ممكن نستعمل كمادات دافئة أو إذا كان في حكة شديدة نستعمل المكعبات التلج ممكن نأخذ مثلا مراهم إذا كان في حكة شديدة مراهم الهايدروكورتزون يتخفف الحكة كمان لازم نغسل وشنا بصابون مضاد للبكتيريا هذا مهم جدا نحط كريمات بعد الحلاقة مهم جدا ما نتشارك بشفرات الحلاقة هذا مهم دائما نحرص على النظافة المكياج لازم لا نستعمل المكياج إذا كان عم سببنا تهيج أو عم يسدنا المسام موشنا كمان نكون كمان نتبع حمية غزائية نعتمد على الخضار والفواكه ونقلل السكريات والنشويات ونقلل التوتر ونشرب مي منيح ونقلل الألأ وننام منيح طبعا هذا مهم جدا وشكرا متابعتكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا